دكتور عبدالطيف مرحبا بك مرة أخرى دكتور قلت لنا قبل أنك انتقلت للمغرب وليتي عايش كنت أقزتي واحد المدة في وجدك أتخدم أنا جاتني فكرة وتطرح عندي سؤال يعني واحد بحالك كنتي عايش في لندن عشتي بزيه بالبدن الأوروبية عندك الحرية عندك تعيش حركة مسيحية ما كانش مشكل علش خطريتي ترجع للمغرب يعني ونت عارف أن المغرب ما تقدرش تكون فيه مسيحي وما تقدرش تقول أنني أنا مسيحي الفكرة هي أن مثلا أوروبا ولا سويسرا ما محتاجينش مثلا الأطباء وشفت بأن بلادي محتاجة أكثر كيف قلت لك مثلا فوجدة فيها منظمة سويسرية بدأت وحدت أنا شجعتهم باش يعملوا أعمال للأطفال المعواقين وكان مثلا بروجي اللي نجح مزيان فكنت أنا مرة مرة نمشي الوجدات نشوف الراقب وتنعمل الآن رابور الجمعية اللي كانت تتعاونهم في سويسرا وفي نفس الوقت بزوجتيش تغلات في الدار البيضاء في مدرسة أمريكية الله بدأت وكانت بالنسبة لنا أن المدرسة الأمريكية كانت تتقرع أبناء الأغنية لكن جات الفكرة للمدير هل ممكن نساعد الفقراء اللي حولنا وتعرفي دار بعزة كل هدو كنا واحد ما فيه الناس محتاجين وفقراء كتير فتحت علينا الفكرة نديرو حملات طبية وكنت نديرو كل سنة حملات طبية اللي كنت تنختار أطباء مغاربة والأطباء الأمريكيين باش يكونوا واحد الانحيكات باش الأطباء يستفدوا كذلك من الخبرة للأجانيم وكنت نديرو حملات في ميدان طب الأسنان لأنه عندنا الدراري مساكن في القورة صح وكنت نديرو يقدر يمشي يشوف طبيب الأسنان على الأقل 200-300 درهم وكنت نديرو كذلك نجيبو أطباء العينين وتنعطيوه الدراري من طالات مجانا وتنديرو الطب العام وكذلك الجراحة التخويمية طرفي عندنا مثلا فيه بعد الحالات ديال الدراري تتزادو تكون عندهم ذاك الشارب مشوه وهو الحال وهذا اللي هنا يا وهذه العملية تقريبا جوشة الملايين ثلاثة والمستشفيات اللي تديروها تدير غير في الضار البيضاء وفي الرباط ولا في أسماء في البريفي آه يعني مستشفيات فنشكر الله أنه واحد الجراح أمريكي كان تيجي وفي المستشفى اللي هو صغير المستشفى ديال مولي الحسن في ضربه عزة كنا تنديرو هذه العمليات للناس الفقراء واو ويعني يعني حتى أن وكنا دائما تنخدمه مع وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية أنا الهدف ديالي كان هو نعاون مثلا للناس الفقراء لكن نخدمه كذلك كفارق كفارق ويكون المسيحي جانب المسلم باش نعرفه بأنه ممكن نخدمه مع بعض احنا الاثنين مع بعض لأنه أنا شفت الخبرة مثلا دول مثل أمريكا كندا أستراليا كيف هو السر النجاح ديالهم؟ نعم تعددية نحن نعيش اليوم في واحد العالم نعم اللي مبقاش محدد أنا أنا مثلا فرنسي ولا أنا لا ممكن مثلا نخدم المسيحي يجنب اليهودي يجنب المسلم البرباري الملحد لأنه يريد أن نبنيوا واحد للوطن تعددية فيها كل واحد يجيب نعم اللي اعطاها الله نعم وهذا الشيء هو اللي تخلي بلادنا تكون غانية نعم عندك اختلافات العرقية والدينية وهذا كل شيء بقاش أما عندك الأشياء هذه شخصية صح أنا بالنسبة لي الديانة شخصية صح لكن باش نبنيوا الوطن دينا اقتصادي نعم محتاجة لبعضنا بعض نعم محتاجنا الافريقي محتاج الاسمه الفرنسي محتاج هذا باش نبنيوا الوطن وكانوا عندنا هذك الحاملات كنت نخدموا فيهم معدة جنسيات أجانب نعم وكانت ناجحها يعني بكل المعايير نعم كان ناجح أن هذا الوقت اللي كنت هنا في المغرب كان مزيان والحمد لله أنا شفت أن في المغرب فيه أطباء اللي عندهم هذك الهدف مزيان ويعطيه وكان معنا واحد صيدة ليل مما تيخلصوا متى تكمل دوقتي يجيبوا من الصيدة ليلة واو عندنا ناس في المغرب اللي الحمد لله صحيح غادين مزيان وعطانا لله مالي اللي شفنا في عشتر سنين ما نعمل علاش مثلا ما نشوف في هذه الخطة أن في يوم الأيام يشوفوا بلادنا كمية الدول المتقدمة عندنا البوتنسيل عندنا كل شيء لكن لازم العقل دينا يكون شوية متوسع قادرين نحتوي وعباد الله واختلافهم وبكل شيء اليوم فعلا شكرا لك دكتور نشوفك مرة أخرى إن شاء الله مسخينا شبيل شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور